مرحبا بكم أخواتنا وأخواتنا الأعزاء معكم أخوكم بشير فضل مواصل رحلة البزنس واليوم هنتكلم على 30 فكرة إنه كيف أفتح تجارة أونلاين أعمل بزنس أونلاين إذا إن شاء الله تنال إعجابكم وتعملوا معنا سبسكرايب ونواصل طيب نحن ما نقول أونلاين بزنس نحن ما بنتكلم على بزنس إنه بعمل أشياء أونلاين بعدين بطلع من بيتي أو بطلع من المكتب لا نحن نتكلم مية بالمية إنه أنا أكون ضال قدام الكمبيوتر فقط ما أتحرك أبدا يعني لو أنا احتيتون مثلا نخطينا واحد فيكم اللابتوب وال30 فكرة دول أقدتوا أي واحدة منهم أو اتنين أو ثلاثة إنه الشغل مية بالمية حيكون وإنتوا جالسين بالكمبيوتر تماما من غير ما أتحرك أو أترك الكمبيوتر تماما كل شي وإنا جالس في الكمبيوتر فقط مية بالمية فهذا المقصود بالأونلاين بزنس طيب نبدأ رحلة الأونلاين بزنس كيف أنا ممكن أعمل بزنس قدامي اللابتوب قدامي آيباد قدامي الكمبيوتر ومش حتحرك أبدا جالس لو أنا في البيت جالس في البيت لو أنا في مكتب جالس في مكتب لو أنا أي مكان بس اللابتوب قدامي ممكن أشتغل الثلاثين فكرة هذول خلونا نبدأ بالأولى في مصطلح خلونا نفهم مصطلح في الأول اسمه Influencer Affiliate Influencer ما هو الـ Influencer؟ الـ Influencer هو الشخص اللي أثر Influencer مع تأثر ممكن يأثر على الناس بمعنى أنا عندي صفحة في الفيسبوك عندي عشر أصدقاء عشرين صديق ألف صديق مئة ألف صديق بغض النظر عن عدد الناس لو حطيت product يا جماعة شوف الـ product مثلا هذا كيس هذا كيس بتاع الغطاء للسيل فون لو أنا حطيت في الصفحة وعندي عشر من أهل وأصحابي قلتهم والله الكيس هذا ممتاز الناس حتتفعل معهم تحط like و very good وإلى آخره لو لاحظوا تحت أنا رأيت على Amazon أو Walmart.com عبي أشتري هذا التحت هتلقوا مثلا فيه 3 أو 4 فيديوهات كل واحد من الفيديوهات هذا عملوا شخص مختلف فيه شخص مختلف عمل الفيديو هذا لو أنا ضغط على الفيديو وشاهدت الفيديو بعدين اشتريت بنانا على الفيديو صاحب الفيديو يدفع الفلوس الشخص هذا لا اشترى شيء ولا باع شيء كل ما عليه أنه وضع فيديو مثلا عنده بالفيسبوك أو باليوتيوب أو بإنستغرام ولكن مع Amazon أو مع Walmart وضع الفيديو هذا وأنا ضغط على الفيديو إنه هذا الكيس ممتاز وتفتحها كده وتكفل وكده وإلى آخره وحطها مع الوبسايت هذا فالآن خلونا نشوف الشركات اللي عندها ما يسمى بال Influencer Affiliate أول شيء Walmart Walmart.com عنده ما يسمى بال Influencer Affiliate Program ما عليها إلا تجوغلت بدخل عليها Walmart Creator بعمل فيديوهات عن البرودكس الموجودة في Walmart بحطها في الفيسبوك تابعي في الإنستغرام في الواتساب المكان اللي عندي فيه أصدقاء غض النظر عن العدد بعد كده كل ما نشترى بضاعة من الوالمارت عن طريقي أنا أنا بكسب فلوس من وراها لو حطت القميس هذا مثلاً وبعشرين دولار واو القميس هذا ممتازة جماعة روحوا على مش عارف أي ولا خيره واحد ضغط على اللينك تابعه من عن طريق راح على Walmart.com واشترى البضاعة من Walmart أنا حكسب من ورا البضاعة هذه من Walmart فهذه ما تسمى بال Influencer Affiliate فيه شركة ثانية عندها نفس الشيء وهي Amazon Amazon عندهم ما يسمى بال Influencer Program نفس الشيء ممكن أسجل معهم لو أنا عندي بعض الناس بيتابعوني في فيسبوك أو في الإنستغرام أو في التيك توك برضو ممكن أنا أضع بضاعة بتاعة Amazon بغض النظر عن البضاعة طبعاً فيه شروط داخلية بانتسينوا الوي ساينة بس بناء على هذه الشروط لو تستوفيت هذه الشروط نفس الشيء بعلن عنها الناس شافت الفيديو وشافت الدعاية جاءت عن طريقي إلى Amazon واشتروا على طول أنا بأخذ نسبة منها فيه برضو من الوابسات المشورة للبيع والأشياء المختلفة ما يسمى بالPinterest Pinterest برضو عنده ما يسمى بال Influencer Program فهذا شيء كبير 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 جداً إنه كل ما كان عندنا الناس بيتابعونا مثلاً في جروب في واتساب أو عندنا الناس بيتابعونا في فيسبوك أو الناس بيتابعونا في يوتيوب أو تيك توك حتى إنه الشركات مستيدة تدفع عشان تعلن عندها بغض النظر إنه فيه بتكون صفقات خارجية لما يكون إدتوا عندكم مثلاً فيسبوك بيج فيها ألفين وثلاثة ألف شخص وأنا عند بضاعة وزبيحة أنا بجيلكم أنا بيتفع لكم يا جماعة 500 دولار ألف دولار ياريت لو تعلن على بضاعة هذه في الفيسبوك اللي عندكم لما يتعندكم خمس ألف عشر ألف مئة ألف فولوورز مثلاً فهذه برضو يعني فلوس إضافية غير الـ Professional هذول بنيجي بعض كده اللي ما يسمى ناس كثيرة بتعرف الفيسبوك وعندنا الفيسبوك جروبس فلس فيه نوع من الفيسبوك جروبس لو استوفير بعض الشروط ممكن نعمل ما يسمى بالـ Paid Facebook Group بتكون Private Paid Facebook Group أنا ما أعمل جروب للفيسبوك بالاشتراك الشهري أو بالفلوس مثلاً لأنه عندنا أشياء مهمة يعني أنت لما تشتركوا معنا فيه فائدة للاشتراك معنا فعشان كده مثلاً إحنا بنبيع بضاعة عندنا أشياء عندنا استشارات عندنا الأشياء بتفيدكم خمسين دولار في شهر خمسة دولار في شهر وتكون Paid فأنا نفس الكلام اللي بحطه ممكن رحطه في جروب في فيسبوك أو المعلومة اللي بحطه أو الاستفسار اللي عندي في بعض الناس أطباء مثلاً ممكن يعمل جروب لأي حواية أو زجرة طيب وكيف يتخصص في الطيب في ناس مهندسين كيف تتعدى هذا الامتحان في ناس في الغذاء أنا حساعدكم إنه كيف تأكل أشياء غذائية وورغانيك فود ومش عارف كيتو فود وإلى آخره عمل أبي فلوس اشتراك شهري خمسة دولار عجر دولار كل ما زادت العدد كل ما زادت الدخل يعني لو عندي مية تابع ثلور وانا عندي عشر دولار دي ألف دولار في الشهر لو عندي عشر دولار وعندي ألف ده هادي عشر دولار في الشهر فاناس ممكن تكسب فلوس كتير من ورد بيت فيسبوك طيب بعد كده فيما يسمى بالانجي كان اسمها انجي سليست لو سمعنا فيها في الماضي الان اسمها انجي دوت كام انجي دوت كام طب هذا تصليح في منازل أنا لازم أطلع من البيت وصلح لا أنا عندي شخص مثلا عندي صاحبي بيصلح السقف في المنازل إنه موجود إنه أقل واحد بأمس ستمية دولار خمسين وأربعة تزعين دولار في المنطقة اللي أنا حوالي مثلا طب أنا عندي صديقي مستعد يصلح بأربعمية دولار فأنا أعلن I create an account وحط إنه roof repair خمسمية هو قال أربعمية وأنا أقول خمسمية أنا أقل من سعر السوق وفي نفس الوقت أكتر من فلوسه هو فأنا ما علي إلا بس قاعد أونلاين في أنجي's list يا جماعة roof repair والآخر جاء واحد قال عاوزو صلح أتصل على الصحبي يلا أروح بأربعمية دولار صلح أنا بأخذ الفلوس من أنجي تنزل بحسابي بتفلق ربعمية دولار وبأخذ مية دولار في جيبي غير إنه في خدمات مختلفة منزلية زي الplumbing وزي الapplyances تستصليح المسل التلاجات والمكيفات والأشياء المنزلية مثلا هذه كلها كل واحد فينا بعرف ناس بنعرف ناس وغالبية الناس هذول مشغولين ما عندهم موقفة أحساب في أنجي's فأنا نجالس في البيت أبتح أكون في أنجي's وأجيب أصحابي اللي تحتي والناس اللي بعرفهم بس ضمن إن الشغل بيصير مقول ممكن أكسب وراء كل وفي اليوم الواحد الطلبات بالهبل وهذه برضو بالأفكار البسيطة طيب بعد كده manage a team on Fiver Fiver نفس الشي بس الوظائف مش محصورة Fiver للناس اللي بتدي معلومات مش لازم إنها في أشياء منزلية تصليح أشياء منزلية Fiver أنا عابب مستعدة بالأكاونتنج بالمحاسبة بالكمبيوتر زي ما أنتم شايفين مكتوب digital marketing writing and translation video animation music programming business lifestyle ففي أشياء كثيرة خدمات كثيرة متوفرة مثلا عندي أصدقائي بترجموا فأنا ممكن أروح هنا مثلا زي ما إحنا شايفين iTransit ب40 دولار المستعدة ترجم ألفين كلمة أو أقل صفحة صفحتين ب40 دولار لو أكتر كمان حتكون أكتر فأنا روح أحط إنه أنا إحنا بنترجمها ب38 دولار فقال بيت الناس حيجولنا لأنه سعرنا أقل والكبالة إن شاء الله حتكون نفس الكبالتي أو أفضل وحكي مع أصحابي حكي مع أربع خمسة من أصحابي يا جماعة مترجمين تعالوا ترجم وأنا حديكم 38 دولار في ألفين كلمة أو أقل وأسجل معي ثلاثة أربعة ونروح على Fiverr وأحط البروفيل والناس بتتبعات لي الرسائل أنا أبعث لأصدقائي هم يترجموا وبعد أن أرجحها وأكون كسر من ورها أو لو أنا برضو عندي موهبة زي التدريس أو التعليم أو الترجمة مثلا أو أشياء مختلفة لا أبعمل my own Fiverr account الناس بتتواصل معي في البروفيل تبعي في fiverr.com وأنا أحل المشاكل هذه وأرود عليهم برضو برضو بيتفع لأمتين تلتمية وربعمية دولار أنا ممكن أعملها أونلاين وابعتها له الترجمة تلاتين أربعين خمسين دولار على ورقة صفحة وصفحتين مثلا برضو ممكن ترجب وابعتها له طيب بعد كيب تيجي مسألة stock market سوق الأسهم الفترة اللي فاتت نزل كتير فمتوقع إن شاء الله في الأشهر القادم إنه حيطلع فإلى واحد عنده فلوس ما تحطوا فلوسكم كلها تحطوا نسبة من الفلوس بس برضو ممكن بري إيزي تؤوبن الأنكاونت وحط فيها شوية فلوس على إن شاء الله الأمل إنه على الصيف إنه السهم حتزيد وقيمتها حتزيد فممكن الناس برضو تدعان لهم تستثمر 100% أونلاين من أحبابنا ونصدقائنا مثلا الأستاذ أحمد ما شاء الله تبارك الله عنده قناة باليوتيوب اسمه وبتكلم على الموضوع الكريبتو الكريبتو الأيام هذي مثلا فيها مكاسب جميلة جدا وأرباح فالناس برضو ممكن تستثمر بعض المبالغ فيها ندخل على اليوتيوب شانل اسمها يوربوب نتعلم عن الكريبتو وطريقة الكريبتو وبرضو ممكن نبدأ ندخل فيها ولو بمبالغ بسيطة عشان نتعلم بالكونسيبت وبعد كده ناخد بالنصائح اليومية ونشوف كيف ممكن نستفيد بس هذا برضو مية بالمية أونلاين مش لازم أطلع من الكمبيوتر طيب بعد كده ما يسمى باليوتيوب انفلونسر انو الواحد يعمل قناة باليوتيوب يوتيوب عندهم بعض الشروط انو لو عندكم الف فولوور لو عندكم 1000 فولوور أنا عندي الف فولوور مثلا وأربع ألف ساعة من المشاهدة أنا وضحت 150 فيديو والناس بتشاهدها وهذا شاهد مرة مرتين وهذا ثلاث مرات وهذا شاهد الفيديو دقيقتين وهذا عشر دقائي لو جمعنا محصول الأوقات هذه وصل إلى 4000 ساعة وعندي 1000 فولوور يعني الشرطين هذول عادة بعد كده بكون ما يسمى بالpartner يوتيوب بارتنر بعد كده لما تيجي دعاية في الموقع تابعي بتعويل فلوس في الأول ممكن تكون 20 دولار بشار ممكن تكون 40 ممكن تكون 60 دولار بس كل ما زادت المشاط وزادت الدعايات وزادت المتيريال اللي من قديمها باليوتيوب كل ما زادت الفلوس ممكن تصل آلاق الدولارات من باب الطرفة لو شاهدت الشخص هذا يشاف إنه الشخص عادي شاب هذا اللابس الطاقية بتاعت النايكي يشاف إنه شخص عادي جدا لو سألت بالذات لو معنا تينيجرس أو طلاب الجامعة أو طلاب الهي سكول قلت له مين مستر بيست يسأل اللغبة هو مستر بيست واو يعني حيحكو لكم قصص وقصص عليه هذا شخص عبارة عن يوتيوبر بس جالس قدام اليوتيوب والآن يقدر بـ 1.5 بليون دولار يعني 1500 مليون دولار مش مليون واحد لا 1500 مليون دولار 1.5 بليون دولار وهذا الشخص ليه كم سنة بس باليوتيوب بيحض بقاطرة مختلفة وكل مرة بزيد وكل مرة بتفعله فلوس أكتر وطرقته بسيطة ولطيفة بس يعني قدر أكسب موضوع اليوتيوب برضو مش لازم يكون professional الموضوع مش لازم يكون موضوع صهب ومعقد لو عملت فيسبوك مثلا يعني برامج يومية في الفيسبوك أو في اليوتيوب مش لازم تكون أشياء عميقة أو علمية أو بحثية لا ممكن تكون موضوع عن الأسر وتربية الأبناء وتكون لقاء عادي مع الواحد مع أسرة ومع أبنائه ممكن تكون عن الدايت مثلا يا جماعة أنا كان عندي مثلا ضغط أو قربت أنه أكون عندي برض السكر ربنا حفظ الجميع وغيرت في الدايت بتاعه وكل يوم أجيب أكله مختلفة وطبخة مختلفة لا حتلقوا مشاهدين والناس بتيجي مبسوطين فانتو اختاروا موضوع يعني البسيط مش لازم موضوع يكون معقد وبشعار لا لا في موضوع بسيطة كل واحد عاوز الموضوع البسيط أنا عاوز كيف أقل كيتو أنا عاوز كيف أنه أنزل وزني أنا عاوز كيف أنه أطريب أنا عاوز كيف أنه ألقى أعمال مختلفة أنا عاوز أشوف كيف الوظائف فكل واحد في المجال تابعه ممكن نحط مقاطعه بسيطة والموضوع بنجح إن شاء الله في قناة مثلا عن اللغة العربية عن تدريس القرآن عن القراءات عن مش عارف القم بقلنا فأي موهبة أنتو عندكم اعملوا قناة باليوتيوب وخلوا عندكم برامج يومي وإلى خير وإن شاء الله برضو تكون باب رسد إن شاء الله طيب الإنستغرام نفس الشي الإنستغرام برضو الناس ممكن تدخل الفلوس طريقة مختلف شوية عشو كده حطيناها تحت شروط الإنستغرام ولكن كله ما زاد أتباعي في الإنستغرام وفي التيك توك بزاد في الإنستغرام كمان مع اليوتيوب برضو حجي الفلوس عن طرق مختلفة وبردو عندهم الستور يعني رح ممكن عنده الستور بالإنستغرام في وظيفة اسمها VoiceOver VoiceOver لو رحنا على مثلا على Fiverr حلق إن محتاجين الله رب VoiceOver ما معنى VoiceOver VoiceOver إنه أنا عندي محاضرة Powerpoint Clips ولكن صوت زي ما أنتم شايفين مبحوعة فمنجيب واحد Professional أنا عاوز أعمل دعاية للمحل تابعي وحطيت صور حلوة بس عاوز صوت عاوز صوت قوي هذا الفيلم هذا المقطع مش عارف إيه وأفضل فواحد يكون صوته كده جزاب يجزب الناس فبتصل بحد تفعله 40, 50, 60 دولار أعمل ما يسمى VoiceOver المقطع المقطع الأوطيوي ممكن يكون 400, 500, 600 دولار على المقطع الواحد فدتكم مثالي يعني مثلا فيه دكتور مشهور اسمه إيريك بيرك في القناة تبعته عنده خمسة مليون مشاهد هذا كل يوم بحط مقاطح صحية تأكل إيه وتشرب إيه وتنزل وزنك وأثر تسكر على جسمك وأثر اللي مش عارف إيه والضغط وكيف تنزل الضغط فالناس بتحيب عنده أكثر من خمسة مليون مشاهد الآن هو يتبه أنه العالم العربي أنا بعمل لك Voice Over أنا بسجل صوت يعني بدل يعني واحد ما بعرف إنجليزي يقعد يحاول إقرأ وما يعرف يقرأ مثلا لا خلينا أنا أحب صوتي تحت صوتك دبلجة ال Voice Over موضوع الدبلجة فمستحيد إدفع يعني لو أروح للناس اللي يوتوب عندنا وقنوات غير الناس اللي في Fiverr ممكن نعمل Voice Over وكل ما علي زي ما أنتوا شايفين الصورة بالشمال يقروا عندي مكرافون الصوت واضح وسجل عليه فهذه وظيفة جميلة جدا وفلوسها بردو كثيرة جدا طيب فيما يسمى بالteaching online teaching online إنه أنا عندي موهبة بحب أدرس مثلا العلوم بحب أدرس العربي بحب أدرس ما يسمى بالقواعد النورانية مثلا هذا الشخص مثلا باليمين زي ما أنتوا شايفين عمل كورس online يعني حتى مثلا عشر محاضرات العشر محاضرات هذه مثلا نقسمها سجلها بالفيديو زي ما أنتوا شايفين جمبه جمبه تخت بس وبالتلفون وبالبتاع سجل وهو بشرح إنه هذه طريقة الحروف وهذه طريقة النطق وهذه طريقة كده قال لي قلاس هذا أنا ببيع القلاس بـ 12 دولار أو 13 دولار يعني كل واحد يجي يشتري مني حيشتري بـ 12 دولار الظريف الموضوع مش إنه باعه بـ 12 دولار يعني هو قاعد مثلا سجل مادة مثلا وعرضها بـ 12.99 الظريف المشعرضها بـ 12.99 الفيديوهات موجودة هو ببيعها ولكن الآن عنده 778 ستودنت خذين نجبرها ونعمل له ألف عنده ألف ستودنت وبيعه بـ 12 دولار يعني هو دخل 12 ألف دولار على المحاضرة واحدة هو جلس يوم سجل 10 مقاطع فيديو تقريبا 10 الساعات ورفعها وحطها بالـ Web site بعد كده كل يوم يومين في حد بيشتري في حد بيشتري في حد بيشتري ناس اشترت اشترت والآن عنده ما يقرب ألف يعني بعلي أكثر من ألف طالب وهم يـ 12 ألف دولار يعني عمل 12 ألف دولار بس على كورس عمله فإحنا برضو ممكن مثلا في Web site اسمو كينزي تاك ممكن نسجل مقرراتنا أنا إنسان ممكن أساعدكم في امتحان للأطباء الـ USMLE مثلا أو الـ MCAT أنا مثلا بتاع مختبرات ممكن نساعد الناس أعمل كورس أربعة خمسة حلقات كل مقطع نصف ساعة نصف ساعة في موضوع الـ ASCP أنا خبير هجر عاو زي أعمل كورس على الهجر كيف تقدم لي كده وتقدم لي كده ومتحاني الهجر والأخير عامل مقرر كورس كامل وأبيعه مثلا بـ 10 دولار 15 دولار المشكلة الطريف مش المبلغ إنه عدد الناس اللي بيشتروا ناس كتيرة بتشتري كورسات عندي بالعربي عندي باللغة كده كيف تتعلم كده العلوم الألجبرا فالناس بتشتري الآن بالهبل وابسايت زي Kinzatec وUdemy فمع لنا إلا أربرضوا بساعد في Kinzatec فلو عاوزين أورنا ثامل الـ Contact ابعتوا وحطوا اسمي أمناكو من الناس برود عليكم متساعدكم منه تسجلوا المقرر تباحكم في الناس وكيف نسويقها نبيحة للناس وبتاخدوا الفلوس تباعتكم أرباحكم على المبيعات فيما يسمى بالسكتجولين كمبانيز في وابسايت اسمه الوابسايت اسمه mybestschedule.com mybestschedule.com بحط في يعني مثلا في أكتر من الطريق أنا ممكن حط الموهبة اللي عندي أنا كويس بموضوع الهجرة أنا كويس بموضوع الترجمة أنا كويس بموضوع التوترين أنا كويس في المكانيكا والتصليح وبحط السكتجول تبعي أنا available من الساعة تمانية صباحا للساعة خمسة مساءا الناس بتروح على طريق mybestschedule وبحط المكانيكي خمسين دولار في الساعة أنا حلاق ثلاثين دولار مثلا في الحلاقة وإلى آخري أو أنا بترجم بترجم مثلا الثلاثين دولار في المصاح مثلا وبحط المعلومات تبعتي في الوابسايت أوكي بعد كده بيجو الناس على mybestschedule.com وبيختار أنا عاوز واحد مترجم هذا القيمة هذا الوقت ويسكتجول إنه من الساعة تسعة للساعة عشرة هروح مع الأستاذ فلان أو الأستاذة فلان ممتاز بعد كده لو أنا الباعي الخدمة أنا المترجم أنا تبعي الهجرة أنا الأخصائي الفلوس هتنزل في حسابي وبيبو سكتجول أونلاين مش لازم نطلع من البيت عن طريق الزوم ممكن نعمل الاستشارات وأعمالي كلها طيب الشيء الثاني أنا ممكن نعمل الفلوس إنه I recommend people أنا عندي صاحبي صديقي مثلا بترجم أنا بعرف شخص مثلا بتدرس اللغة العربية مثلا وبيدرس بنص ساعة أو ألجبرا بالساعة مثلا 20 دولار I recommend أحطها في mybestschedule.com وحطوا schedule تباحها بموافقتها طبعا بعد كده كل ما جاء حد عمل schedule أنا باخر نسبة من الفلوس يعني الحد اللي بدرس هو هياخد مبلغ وأنا العملت recommendation برضو باخد مبلغ يعني كل ما يجي حد مثلا يترجم مثلا أو حد يعمل موضوع مثلا يتعلم 20 دولار في الساعة وما حياخد مثلا 15 دولار وأنا حاخد دولار ثلاث دولار على كل موعد هما يعملون العمر أربعة خمس موعد اضرب ثلاث أربعة عمد ناشر أربعة مسألة الستافين كامبني الستافين كامبني عندهم أكثر من وابسايت مثلا في واحد اسمه ayowastaf.com ayowastaf.com لو احنا في ولاية ايو برضو في أمثلة كثيرة بس ولاية ايو مثلا لو أنا أعلنت عن وظيفة يعني الشركات بتدفع فلوس يعني مثلا روح لها بشركة اكس شركة عندها عشر وظائف الوظيفة دائما تعلن في مونستر وكده بمئة وخمسين دولار لو قلنا لهم تعالوا اعلنوا عندها في ايو ودفعوا مبلغ مثلا مئة دولار او مئة وخمسين دولار أنا باخد نسبة من المبلغ هذا باخد ما قابل عشرين في المئة يعني انا بعرف مستشفى مثلا او الشركة محتاجين عشر وظائف الوظيفة بمئة دولار وجدت اعلنتها في ايو ستاف انا هاخد عشرين دولار على كل وظيفة اعلن عليها فلو عشر وظائف انا عملت مئتين دولار جرد كلام وببعث الوظائف هذه لل ستاف دوت كام وما يتاك كير وفت ومي 20% فمن السهل انه بكل شركات وناس مختلفين بدور على الموظفين نقول لهم يعلنوا مع ايو ستاف او في different companies اول ما اعلنوا ناخد نسبة 20% حسب الشركة والانتفاق دبع الشركة طيب في شي ثاني ما يسمى flip your thrift thrift هي الاشياء مثلا مستخدمة ما يعرف بالقرائد سيل في الماضي الآن صارت كلها online ففي different وابسايت في وابسايت اسمه offer up انا عندي اشياء او زبيحة مثلا او اصدقاء عندهم اشيادر يبيعوها ممكن نجمعها او يدون العنوان تبعهم وانا احط اف offer up والشخص بيجي لغاية البيت او الموقع اللي عوزين يبيعو فيه ويشتري عن طريقة عند كاوج عند سرير عند طاولة عند تلفزيون قديم عند سيلفون قديم لا لا تربو ممكن نعلن offer up يجي الناس في بيتي يشوف البضاعة زي ما هي مصورة ويشتروها مثلا فيه برضو ما يسمى craiglist بعد كده مسألة السيكوريتي يعني الافضل الواحد ما يجي على بيت ممكن نحط ها في موقع مثلا يكون آمن او الى اخيرة يعني منعرض ان الناس تدخلوا بيتنا وطلعوا بيتنا ومعاوزين نشتروا شيء مثلا فبعض الاشياء ومنحط credit card يعني اكد ان كل الدفعات تكون كاشو الى آخر برضو فيما يعرف بالفايسبوك marketplace نوع من الاسواق الممكن نبي فيها الاشياء سيارات كمبيوترات اشياء مختلفة فهذه تقريبا ممكن نبيع ونشتري منها في نفس الوقت انا بعرف بعض الناس بيشتر من offer up وبيرجعوا بها offer up يعني انا قاعد في offer up بعرف انه السعر الكمبيوتر هذا متوسط خمسمائة دولار فابدأ ادور على الكمبيوتر في المنطقة اللي جنبي التلاتة اربعة مدن اللي جنبي الربعمائة دولار وجدت هنا مئتين دولار اروح اشتري وعلى طول نزل في offer up على طول فهذه من بعض التجارات اللي بتخصص انه احيانا بيعملوا لانه بيشتروا من المدن اللي جنبهم باسعار اقل ويجب بيعرضوه لانه عارفين سعر السوق فانا لما كون في لفترة طويلة بعرف الاسعار انه الكمبيوتر هذا التلفزيون هذا السيارة هذي هذا متوسط سعرها بناء على كده انا ممكن اليوم كله اكون بس بس بالسيسنمز هذي بشتري على الاقل وببيع بالسعر الاكدر طيب في مسألة الماركتنج الماركتنج انه في وابسايت زي فيستا برينت اي نوع من مشورات الماركتنج عندهم يعني انا اعاوز اعمل بروشور للشركة بتاحتي اروح فيستا برينت اي انا عاوز الستيكر هذي مثلا اللي في عنواني ممكن احط انا عاوز اعمل بزنس كارد ممكن اروح انا عاوز كبابي مسلا و كالندر فيها اسم الشركة بتاحتي انا عاوز شيرت و تي شيرت كلمسان فيها اسم الشركة واللوجو تبع الشركة هذي كلها بتتعامل على طريق Vistaprint .com فانا ممكن اتواصل مع الشركات ومع اشخاص مكتب محام مكتب طبيب مكتب مش عارف ايه محل مكانية كمحل كده تعالوا انا اعمل لكم تي شيرت اعمل لكم بزنس كارد اعمل لكم كده هم يتبسطوا ودينوا المعلومات وانا اصلا مش هطلع من البيت انا هروح Vistaprint .com احط الديزاين احط الصورة سهل جدا انه اتعلم كيف استعمل Vistaprint ووبسا تاني مشابه لها واعمل لهم business cards واعمل اقلام وامل calendars وامل cup وامل shirts في هالشعار تباعهم وهم مبسوطين وانا امك مي ماني مغير ما اترك الكمبيوتر طيب بعد كده ما يسمى بالليجل ستور الليجل طبعا انه احنا مبلي ادعي انه محامي مش ممكن واحد يكون مش محامي يدعي انه محامي او بيفهم القانون ولكن في اشياء عن طريق الwebsite زي Legalzoom .com سهلت اشياء لو انا عوز اعمل شركة اي نوع من الشركات مثلا limited LLC او corporation او مثلا non-profit organization او sole proprietorship وانواق اكتر بروح على Legalzoom في خمس دقائق تسألني بعض الاسئلة بعبيها بحط المعلومات وبعد كده ببعدول الباكتج بتاع الشركة بمسألة بقاعد ايام فانا ممكن اتصب بالناس انا ممكن افتح لكم الشركة وكل ما عليه انه بروح على Legalzoom وبدخل المعلومات بدوني كده في ناس عندها عوزين بتاحت الاختراح انه واحد جاب فكرة ممتازة عوزين عوزين مالترايد مارك انه محد يسرق الاختراح تابعه اوكي انا ايكن دوت بروح على Legalzoom بعمل الترايد مارك registration والمونيتر والباتنت انه محد يقدر يسرق الاختراح تابع الشخص هذا مسألا عوزين نعمل contracts عوزين من العقد بين الشركة هذه والشركة لا 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 فانو ما بدي عني محامي بس انو في اشياء محاميين مثلا الى حد ما contracts ومش عارف ايه سهل جدا انها موجودة متوفرة ما علي الا بس انو استخدمها مرة مرتين بكون بها خبير وفي نفس الوقت ممكن يساعد الناس وعمل فلوس 100% ممكن اي زوم القايمين علي كلهم افضل محامين في العالم بيب build your own website في مسألة مهمة جدا انو هنتكلم على بيع الاشياء online بيع products online فلازم يكون عندي انا website بس انا ما عندي خلفية بالIT كيف اي اي او اضافة انو اقول للناس انا ممكن اعملك وابسايت اروح لأحباب اقولهم انا ممكن اعملك وابسايت وانو عمري ما عملت وابسايت اضافة لكده انا ممكن اعمل app مش وابسايت بس ممكن اعمل app تطبيق انا عمري ما 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 عملت app ولا افهم بالapps او ممكن اقول لناس ممكن اعملكم انتم ابسط شيء انو في وابسايت زي ما قلنا اسمه fiverr في احسن مبرمجين بالعالم في مصر في الشرق الاوسط في انديا غالبيتهم في الهند تقريبا بقول له انا عاوز اعمل وابسايت بالمواصفات الفلان قل لي لا هذي خمسين دولار هذي سبعين دولار والشخص العادي في امريكا بيدفع سبعمية تمنمية الف الفين ثلاثة الف على نفس الوابسايت فانا ممكن اكون اخذ المواصفات من مكتب المحامي من اكتب الطبيب العياض الخاص المكانيك اللي عاوز يعمل الصيانة للشركة بتاعته اللي مش عارف ايه اعمل الوابسايت اقول الوابسايت خمسمية دولار ستمية دولار في المواصفات هذه وانا اروح لأحسن ناس بالعالم خمسين دولار بستين دولار بيعمل واو the best وابسايت ever اوكي او نفس الشيء بالأب الاب عاوز التطبيق احنا عاوز تطبيق للمركز تبعنا مثلا للمنظمة تبعتنا للصحة انا عاوز تعمل الاب اسميه الكيتو ااب او الهالثي ااب الهالثي ااب انه الاعضاء كل يوم تجيكم مذكرات تشتركوا معي كل مرة تجيكم مذكرات علي انه لازم تتريض و لازم تتمش و لازم انا عندي مثلا في مكان العبادة تبعنا في المسجد انه عاوز اذكر الناس كل يوم تقرأ مش عارف جزء من القرآن ولا لازم مش عارف ركعتين الضحة وتعمل whatever يعني للدين للخدمة للصحة للبزنس ممكن نعمل احسن ااب 400-500 دولار ولو جنا نعمل هنا او بيعنا هنا 1000 دولار في وظيفة جميلة جدا اسمها virtual assistant virtual assistant الشركات كثيرة بالذات مكاتب المحامين والعيادات الخاصة والآخرة المحام بيقفل الساعة خمسة بس هو عارف انه الساعة ستة الساعة سبعة ساعة تمانية مساء في حد بتتصل محتاج مساعدة فمش ممكن تروح على المحام هيتصل على المحام اللي بعده فبيعمل ايه بيعمل شيء اسمه virtual assistant assistant هو مساعد مساعد افتراضي بمعنى انه بعد الساعة ستة بيحاول رقم التلفون لتلفوني انا يعني لو تتصلت بعد مساء مساء تلفونات بكتب المحام يتيجي عندي انا وانا بدفع المحام 20 دولار 30 70 80 دولار في الساعة ما علي اللي بس اروض على التلفونات فهو التلفون it gets transferred لي انا وانا بروض علي you have called the law office الصبح ان شاء الله فالشركات كتيرة جدا ومكاتب كتيرة جدا خاصة بيعملوا ما يسمي بالvirtual assistant بيدفعوا لناس عشان ردوا عليهم والوظيفة هذي انا ممكن اشتغل اربع خمس شركات يكون عندي اربع ارقام مسجلها عندي باساس لو اتجاب من الرقم هذا هذا رقم المحام الفلان ولو اطيق من هذا مكتب الطبيب الفلان ولو اتصل على هذا هذا مكتب مش عارف المحاسب الفلان ويكون شغال بعمل من هذا خمس ومن هذا السبعين ومن هاي الثمانين هنا في الساعة ممكن اكون اكتر مئتين دولار وانا virtual assistant بس 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 برد التلفونات الوظيفة هذي لو رحنا على اوبورك هنلقام مجموعة كبيرة جدا وحتى ممكن نتواصل مع المكاتب بتاعت الناس اللي بنعرف هم في المنطقة تبعت نا في ما يسمى بالمالتي level marketing برضو من الاشياء المش محتاج اطلع من البيت ابدا بس بالتلفونات والاتصالات وانلاين المالتي level marketing في بعض الناس بتنجح فيها نجاح عظيم جدا في بعض الناس products يعني زي الوالمارت عندهم products عندهم inventory ولكن انا عشان اكسب لازم اطلب عدد محدد مثلا انا بروح الوالمارت بصرف في شهر 100 دولار يبين المشروبات والملابس والمعدات وكده فلو انا يعني كل شهر باخد 100 دولار او بيشتري 100 دولار على طول حقق بعض النقاط بعد كده يعني انا كل ما اشتري 100 دولار انا بوفر فلوس بس هو كل ما اشتري 100 دولار انا كمان بعمل لي مثلا 5 دولار اضافية طب لو عشرة الناس دخلوا تحت في الشركة هذه يشتروا products يعني ممكن عمل 100 دولار يعني الفلوس بتزيد فكل ما دخلت الناس تحت كل ما المبيعات بتزيد الموضل هذا ناس ربحت فيه ناس بتعمل بعض الناس روحت على واحد من المؤتمرات مثلا في نسبك 1.2 مليون دولار فهي الملاحظة انه انا ما اضغط ناس مش مضطرة تشتري product يعني مثلا مش هروح لحد اقول تدفع تشتري 100 دولار كل شهر هو اقول لي انا اشتري 50 دولار اقوله لا عشان تنجح وكده لازم فاشري غصبا عنه لا سر النجاح انه بعض الناس انت علاقات مع مستشفيات مع فنادق مع منظمات خيرية لا الفندق مش هيشتري بـ 100 200 دولار بيشتروا بـ 1000 و 2000 دولار في الشهر مواد النظافة ومواد الصابون ومواد الشامبو مواد اللي مش عارف ايه محتاجين 1000 2000 5000 1000 في الشهر فانا لو بعرف مثلا فندق او بعرف مستشفى مثلا ممكن اشتروا بعض الـ مني او عندي اخط مع السيتة ممكن اشتروا مني بـ 1000 دولار لا هذا the best business for me لانه هيشتروا وواو انا حكي عندي points كتير جدا بعض هذه الشركات من اكبر الشركات في شركتين واحدة اسمها Amway مشهورة جدا AMWAY لو عندكم ملابس everything الاطعم وإلى آخرة فلو انا يعني عندي علاقات بتاعت ناس بتشتري بمبلغ محدد أو اكثر او شبهات الشركات والمساجد والكنايس ودور العبادة والمستشفيات وإلى آخرة او مصنع مثلا بشغل في مصنع والمصنع التفق يشتروا عن طريقي مثلا او يفتحوا ويشتروا من المكان هذا واو هنكسب بس يعني مش بنجبر ناس بنحبهم بنعزهم يشتروا بأكتر من طاقتهم في شيء تاني مثلا وظيفة برضو 100% البنوك البنوك محتاجين ما يسمى باللون يعني البنك عنده فلوس وعاوز الناس تاخد قروض منه اي بنك في امريكا عنده او في العالم عندهم قروض عندهم فلوس عاوزين الناس تاخد قروض لانه بيكسب عن طريقة لما نأديك قرد يعني رح تدفع الفوائد عليها ف this is how we make money في every bank البنوك كلها محتاج ما يسمى باللون officers طيب أنا بس من ناحية الريحية الشخصية من ناحية فقهية مثلا خلوا رح على البنوك الاسلامية البنوك الاسلامية عندنا بنك اسمه guidance residential مثلا guidance residential زي ما انتوا شايفين يعني مولين عن وظائف بالهبل في الولايات كلها تقريبا اليوم بيقول لي يا جماعة تعالوا اشتغلوا معنا account executive account executive انه اي واحد عايز اشتري بيت واي واحد دار اشتري بيت عادة هياخد قرد لو جاخد القرد عن طريقك انت او عن طريقك انت هياخد فلوس يعني انا مضطر اشتري بيت ولازم ااخد سلافية فلما تتصلوا عليها تقول ليا بشير اختصالفية عن طريق مثلا عن طريق guidance residential انتو حتاخدوا النسبة من المبلغ 10000 مثلا اثنين ثلاثة اربع ايا ممكن تعمل 3000 4000 في صفقة واحدة ما عليكم انه يعني سحلتوا انه انا اخذ السلافية من guidance residential ومن ناحية فقية ما شاء الله انه متفائل مسألة الريبا والاخيرة ففلوسكم حلال وتكسبوا فلوس بالهابل ما عليكم الا انه نتواصل مع الريل الناس اللي بتبيع المنازل انه يا جماعة اي واحد دار اشتري بيت ياريت لو نتفهم محكم وتتفهم ممعنا عشان نقدر نشاء الله في شيكاغو واحد بدأ اشتغل بعد اربع خمسة شهور تقريبا كان بدخل 25000 دولار بالشهر بالشهر 25000 دولار لانه عنده معارف كثيرة وفبتصل بالريل قبل ما يبيع البيت او اي واحد عايز اشتري بيت انه تعالوا انا عندي لكم اكسلنت لون عنده مش عارف اي فيشوف الارقام تعجب من الارقام يكسب من وراءها فهذه برضو عندهم كورس بسيط جدا بناخد الكورس هما نفسه بيدفعوا للكورس عشان ناخد الكورس معهم ممكن تتواصلوا معهم ومن البيت انتو بتبيعوا اللونز للناس مشتاحين من ناحية فقهية الساحة لثول ما في خلاف على انو متفادين للاشياء هذي كلها وتكسب من وراها الاف الدولار بالشهر ان شاء الله يعني ربا نوفيك فيما يسمى Drop Shipping Process Drop Shipping Drop Shipping اي معنى Drop Shipping عش كده رسمناها رسمة Drop Shipping انو انتو عندكم وابسايت بتقول يا جماعة انا ببيع السيلفون بس حقيقة ان السيلفون مش عندكم انتو متفقين مع مثلا امازون والعالي بابا والسامسون نقول متفقين مع امازون السبلاير فانتو بتعملوا دعاية في الوابسايت ان كان في امازون الوابسايت الخاص في الفيسبوك انو احنا ببيع السيلفون هاد بخمسمائة دولار ممتاز الكاستامر بيجي في الوابسايت تابعنا ان كان مع امازون او وابسايت منفصل او فيسبوك وانا بعد الوابسايت تابعنا وبيشتري اول ما اشتري على طول بتروح الواتفاكيشن للسبلاير لامازون وامازون بيشحنوا له البراداكت وبيديون الفلوس فهان احنا قلنا هنا البراداكت التلفون بتلتمية وخمسين دولار وامازون بيبيعه ميتين وخمسين دولار فهو طلب من عندنا ان احنا ويبروفيت اهندرد دولار والميتين وخمسين راحت لامازون وهم بعتول من التلفون فانا ما بحتاج اشتر بضاعة ولا اخزن بضاعة من الاشياء الصعبة بذات بواحد مبتدئ جديد انه لازم اخزن البضاعة وانا ما عندي مكان اخزن اعاوز ابدأ بزنس على طول فانا بسجل as a dropshipper في شركات كثيرة باللهاب اللي عملتوا dropshipping هتلقوا شركات كبيرة في شركات كبيرة زي امازون اي باي وبعدين في شركات صغيرة عندها اعاوز اتبيع فكل يعني بيعمل موضوع dropshipping فما علي الا اعمل وابسايت او اعمل فيسبوك بيج او واتساب جروب انا جماعة اشتروا product اشتروا product هذا انا باخد الفلوس او ممكن هما ياخدوا الفلوس وبعد كده يدون الكسب البكسب بتاعي ولكن كل الان بعمل ادنو انا واجه الفلوس كأنه عندي انا في الوابسايت او في الفيسبوك بيج تبعتي بس الحقيقة بتروح لهم هما هما بيش بيش يعني نعم الدراسة في dropshipping ايه اكتر products الناس بتحب مثلا اكسسار استربعة التلفونات او يعني تشوفوا ايه اكتر products الناس بتحب تشتريها بعد كيوم كنتم dropshipping وانشاء الله بتنجعوا فيها طيب في وظيفة اسمها truck dispatcher truck dispatcher عندنا اخوات كثيرات ما اخوان برضو دخل بالموضوع هذا ونجحه يعني هذا مش للرجال فقط او للنساء فقط طيب انا سائق truck كسائق مثلا بدفع لحد بدفع خلونا نسهل الارقام بدفع مثلا 1000 دولار بالشهر لحد طيب ايه وظيفة الشخص هذا اللي بتفعل 1000 دولار في الشهر ووظيفته او وظيفته هي انه عندهم يعني زيته عشان متعودين بالماء بتاع الوبر انه بيشوف لفين اقرب مكان يعني انا الان في مدينة دولاس تكسس اقول خلاص انا عندي مشوار من دولاس تكسس هياخدك الى مثلا هيوستن تكسس ب1000 دولار ممتاز truck driver راح الى هيوستن طب صعب مش عاوز يوقف وعاوز يعمل فلوس عاوز اشتغل اسبوعين وبعد كده اخد اسبوع اطلة فاقول طيب انا عندي مشوار من هيوستن هياخدك من هيوستن ونزلك في لوس انجلس كاليفورنيا 2000 دولار قال لموافق طيب من كاليفورنيا لو انا جبت المشوار من هاوستن لدولاس لا راح للمشوار هذا كل ما انا 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 فلوس فال الشاطر عنده بيوري الحمولات المختلفة فبيعمل ايه بيحاول يشوف طيب من لوس انجلس ايه اقرب مشوار ممكن ياما يوصلك على دولاس او دص المشوار طب انا لقيت واحد من لوس انجلس الى مثلا ولاية مثلا كده من ولاية كده ولاية كده فهو في كل مشوار حاوزين نكسب اكتر عدد من الفلوس فالdispatcher الشاطر هو اللي عنده الاب هو طبعا في وابسايت كتير جدا او صوفتوير كتير جدا للdispatching بس الdispatcher والروتر الصح هو اللي بيشوف ايه اقرب مشوار من هنا الهنا 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 يساعد السائق انه يعمل اكبر عدد من الفلوس في المشوار وهو رايح واكبر عدد الرحلات وهو راجل طيب هذه مسألة بسيطة جدا الناس يتعلمها في عدد كتير من الاخوات يشتغلوا فيها والاخوان يشتغلوا فيها ما علي لان يكون عندي جهاز تلفون والصوفتوير قدامي انا شاه في الخريطة من هنا الهنا خذي لشوف لك مشوار من هنا الهنا من الملاحظة انه افضل للتركات الامريكية هم في رومانيا يعني عمرهم ما جوع لامريكا ولا امريكا ولا شوارع امريكا ولكن لو خدمتهم اقل صارت الناس بتحتمد على في رومانيا فانا لو جدت الصوفتوير الصح وعملت بعض الدراسات واتمكن فيها ودعمت مع بعض الترك في الاخر حيوفق انه عمل معي لسبب من شيكاغو وانا بعمل فلوس او من شيكاغو نص المشوار يكون في مشوار مدفوع فهذه مسألة بسيطة السوفتوير سهل ونتعلمه شوف ممكن شوف بعض الفيديوهات في يوتيوب على ورب نوفقكم ان شاء الله فيما يسمى بال white label white label انا عاوز اعمل دوة بتاع فتمين انا عاوز اعمل عطور انا عاوز اعمل phone accessories يعني الصورة محددة انا عاوز اعمل ماركة من الاقمصة او من البناطلين او الملابس الى اخر اي شي فكرت في في موجود ما يسمى بال white label بروح online بطبع white label accessories or vitamins هذه مثلا فيتامينة اشياء صحية بس white label هي مفحوصة وارد موافقة عليها وارد الافدية موافقة عليها وارد التباع باسماء مختلفة بس ما علي الا اعمل باحهم عقد وابيح باسمي انا انا عاوز اسمي فيتامين البركة فاروح اطلب من الشركة الفتمين A وفتمين C وفتمين D ومش عارف كده وكده وقلهم ها فيتامين البركة هم برسموا الرسم عليه وبيعو اسم فاضي حطوا عليه عطر البركة مثلا نفس الشي الجوال عحط فيه مثلا القميص عمل فيه شعار ماركة البركة احسن اقمص الاخيرة الاحزي احزي مثلا رجالية نسائية نفس الشي بتحط الموديل وتسمون الاسم اللي انت عاوز انه ممكن اروح عن طريق الويت لابل بطلب بحط الشعارات تبعي وهم برضو ممكن اعمل ويشحنوها من غير ما يكون عندي شيء في البيت انا مش محتاج اطلع من البيت تماما وابدأ ابيع نصيحة الوحبين تدخلوا ابدو بشيء بسيط انا بحب مثلا انا بعرف الناس بحب كريمات الشعر مثلا او بتحب الفتامينات انا ممكن اعمل مية علبة وحط فيها الفتامينات تبعيت والاسم تبعي وحال بيح اونلاين لو بيحت وربحت فيها بعد كده ممكن ازيد الكيمية بس مش علي انه اعمل البروداكت ويجيب المش عارف ايه بعدين اعمل التستنج واحد الموافقة من الFDA لا كل متاح موجود بعد كده مسألة الكيوبون الكيوبون انه الناس بتشتري بسعر السوق في وارسايت زي كروبون ومناتها مختلفة بدون تخفيض بدون كيوبونات لو رحت في كل يوم وشتركت معهم لا انا نفس البروداكت اللي انتم مشتري ب10 دولار المشكلة اشتري ب7 دولار نفس البروداكت انتم مشتري ب15 دولار المشتري ب8 دولار لان ايوز كيوبون ففي ناس بتعمل كيوبون تقول بشير انت راح للسوق نعم اشتري مني بدل 15 ب10 نفس البروداكت انا راح اشتري لان وتعندكم الكيوبون فكيوبون كيوبون حتى لو رحت على يوتيوب وفي التلفزيون في شو اسمه اكستريم كيوبون اكستريم كيوبون والله اشهد الله انا مرة رحت مع احد انا اشتريت اشياء ب20 ما تقارب 150 دولار لما جاء يدفع دفع 3 دولار عندهم كيوبون بضاعة يعني مالين كارت كامل وانا بعض الاشياء انا 20 دولار دفعت 20 دولار على كيز وهم اشتروا بأشياء 150 دولار ولكن كيوبون لكي وكيوبون لكي وهذا وهذا لو حطينا ما بعض في الكيوبون الفلاني والله يدفع 3 مش عارف عن طريق كده كده كل مكان عندك مختلف في الوقت المختلف لو ضبطنا الاشياء هذي ممكن نكسب من وراها ونوفر على بعض وبرضه نقدر نبيع نفس الاشياء هذي في وابسايت مختلفة زي وإلى خيره طيب فيما يسمى بـ أنا ممكن اكون عنده وكالة السفر تبا في وكالات سفر كثيرة بالهبل محتاجين الناس يتزاكر محهم فأنا ممكن اكون مش علي غير السوفتوير عنده بسوفتوير بعمله داونلود عندي في الكمبيوتر وانس أنا عندي السوفتوير من أشهر السوفتوير تسمه سابر س-A-B-R-E ما يخذ من أكثر من يوم ولا يومين بعد كده خلاص أنا ممكن ابيع تيكت من البيت وفي كل تيكت كل رحلة السفر حكسة فلوس أي واحد من الأصدقاء أي واحد من الناس عايز يسافر عايز يروح مش عارف من شيكاغو لدبي من دبي اللي مش عارف باكستان من مثلا من عن طريق تركيا للخرطوم إلى آخر هشتروا من التسكرة وفي كل تسكرة أنا ميكين موني والموضوع أبسط بكتير بحنا مصورين في سوفتوير اسمه سابر بعمله داونلود بتساعد الواحد يكون عنده وكالة السفر تابعته وانس عندي وكالة السفر اوه زيب أنتم شايفين virtual classroom أنا ممكن أخذي class ولكن من برشح بفضل في الأول أن ندخل عن طريق وكالة سفر عشان التمرين يكون أسهل ولكن في الآخر أنا شغل من البيت أنا ببيع تيكت يعني واحد بتصل علي تلفون بالكمبيوتر قدامي وببيع تيكت ممكن إن كنتنا بالسيارة ومسافر واحد بيتصل علي وبدخل باللاب توب أو بدخل على الآيباد أو السيلفون حجز التسكرة وحجز في الإيميل فسهل جدا تبع تساكر سفر واكسب من وراها طيب مسألة تطبيقات التطبيقات بالحبل أنا في عندي أبكار للتطبيق أنا أعزام التطبيق للتربية مثلا يساعد الناس يعني عارف إن في أمريكا في مشكلة في الألجبرا طلاب المتوسط والثانوي والجامعة تعبرين في الألجبرا أنا أعزام التطبيق يعلم الألجبرا ويساعد الناس في الألجبرا وكيف تدع عدد الألجبرا ومشاكل وإديك السؤال وجواب وإخير وفي فيديوهات للشرح أو سأعمل التطبيق بروح على بمبلغ بسيط جدا وممكن أبيع الأب في حاجتين الحاجة الأولى ممكن أبيع التطبيق مثلا الدولودي 3 دولار 4 دولار 5 دولار أو ممكن يكون مجان طب كيف أعمل الفلوس ده هو مجان بالدعايات لو قدت عندكم تطبيق في أكتر من 1000 أو 2000 دولودي الناس بتدفع لكم فلوس أوكي هذي 500 دولار يلا حطوا للدعاية هذه بالأب عشكذا أنا بضحك أحيانا أنه عندي أب لتوقيت الصلاة مثلا ولما نشغل ويجي لدعاية مش مناسبة أبدا بتطبيق طبع كده بس هم بتسعول الفلوس على الدعايات عندي واحد للقرآن أحيانا بقرأ في المصحف في القرآن لأنه فري فبلغ تطلع لدعاية مش مناسبة أنه تطلع مع كتاب الله وعلى كل حال أنا حصول دعاية هذه محكم ب500 دولار في شهر وهذه محكم ب200 دولار في شهر وهذه ألف وهذه أكثر كل ما زاد عدد الناس كل ما زادت الدعايات اللي عندكم هذه بعض الأفكار البسيطة مثلا إدوكيشن الأب الشيات ربوية ديتينغ هذه لا تفهمها غلط كثير من الناس الآن من أكثر الوابسايتس في الجالة العربية الناس عاوزة تتزوج فبيروح على ما يسمى المصطلح ديتينغ يعني بس إنه إنه الناس عاوزت كده فممكن نعمل الأب يساعد الناس بطريقة شرعية بطريقة لطيفة يعني خالية من أي شبهة بس إنه كيف الناس تقدر تعرف بالحلال وتتزوج مثلا الهالث برضو ممكن نعمل أشياء صحية من أكثر الأبس التطبيقات بتحبها الناس إنه كيف أنا أطبخ أشياء صحية كيف إنه تهبع فممكن نعمل الأب بسيط جدا فيه طبخات يومية كيف تطبخ كده وكيف تطبخ كده وكيف تزيد وتناقص وإلى آخر هذه كل الأفكار مختلفة لتطبيقات وبسيطة جدا بروح على فايفر وبالقالي واحد ممكن نعمل التطبيق بمبلغ بسيط جدا وبعد كده حيجي للدخل أو عائد شهري كلما الاشتراكات زادت في التطبيق تابع والدونلود طيب فيما يسمى بالData Entry لو روحنا على فايفر في شركات بالهبل عندها معلومات بس محتاجين حتى يدخلها الكمبيوتر هي مكتب محامي عنده أكتر من ألف ملف الألف ملف هذي عاوزين يدخلوا على الكمبيوتر فبقول لي خلاص أنا على كل صفحة بيدفع لك كده أو على كل كتاب مثلا بيدفع لك مئة متين دولار فهما ممكن يبعثوا للأشي هذي عن طريق البريد أو يعملوا الأسكان ويبعتوها وأنا ما علي لبس أطبحها ودخلها في Word ولا في Google Sheets ولا إلى آخر والدفع اللي عليها ففي وظيفة اسمها Data Entry ما عليها بس أنا قد قدام الكمبيوتر واضبع الأشياء ويجد بيدفور فعش كده هترقل لو رحنا عن طريق الفايفر الناس بيتدفع 15-20 دولار بالساعة بس لناس يدخلوا معلومات في الكمبيوتر بالنسبة للناس مسألة مكتوبة بذات المحامين عندهم الأشياء كثيرة والمحاسبين عندهم أرقام كثيرة جدا مكتوبة في أوراق عاوزين أنه يدخلها بالكمبيوتر ونخدم بآخر مسألة السيارات السيارات أنه أنا مثلا ممكن أشتري السيارة عن طريق الMarketplace عن طريق الـ Auction زي الـ Copart برضو ممكن أصلح السيارة ميزة الـ Online أنه حتى في التصليح يعني الناس اللي بتشتري سياراتها عشان تبيحها بذات المضروبة مثلا في الـ Copart اللي كان مثلا فيها حادث إلى خير أكبر تكلف عادة بتكون في التصليح لا أنا ممكن Online برضو عمل comparisons أنا ممكن أشوف الأسعار مثلا المكان هذا خلتين 20% تخفيض وما غالي تصليحهم بس الأسبوع هذا عندهم 20% تخفيض أقارن يعني ما روح للشخص على طول لأنه أقارن في الأسعار التصليح وبعد كده البيع برضو نفس الشي بروح أنا ببيعها لو واحد جديد في الموضوع أهم شي قبل ما تشتري السيارة وتقول سيارة دي رخيصة شوفوا السوق تبع السيارة أنا في المدينة X في المدينة X الناس بتحب الـ Electric بحب الـ Prius أنا على الـ Dealerships بروح على الـ Online بيشوف إيه أكتر سيارات الناس بتشتريها في المدينة هذه يعني شوف أكتر 3-4 سيارات الناس بتحبها بعد معرفت السيارات هنا بحبه الـ Honda هنا بحبه الطيوتا هنا بحبه السيارات الكبيرة الـ SUV لا هنا جم مدينة جامعية بحبه السيارات الصغيرة والـ Sport Cars بعد معرفت المعلومة إلى هذا في Snow Benz اللي هنا أحيانا زي ما قلنا في نقطة برضو بالأبدر أنه أحيانا فيه الناس بتشتريها أكتر فأنا ممكن أعمل ميون ريسيرت يعني ممكن نشتري مثلا من Marketplace نعرف أنه السيارة هذه قيمتها 5 ألف دولار متوسطها 5 ألف دولار فروح في الماركت بلس 3-4 مدين اللي جنبي السيارة بـ 5 ألف دولار هنا موجودة 3 ألف دولار فأنا ممكن عن طريق الماركت بلايس نفسه أشري السيارة من مدينة أسوق لتلت ساعة بس واشتريها واجه أحطها وإعلن عنها في نفس المدينة هذه بـ 5 ألف يعني مش لازم أجيب سيارة وصلحها وكذا مجرد أنه في المدين اللي جنبي أحيانا بلقى لقطات لأنه في حد كبير في السن في حد رب نحفظ الجميع أحيانا والدهم والدتهم كبرت بالسن توفيت راح المستشفى فعاوزين نبيع السيارة بأسرع وقت فنفس السيارة بـ 5 ألف يعني أجل في المدينة اللي جنبي بس عاوزين نبيعها بألفين بأسرع وقت بس أفر دينا أفر وخلصنا منها فعشان كده حتى لو مش لازم نشتري السيارة من الأوكشن وصليحها وأدعى فيها وبعدين نبيعها وأكسب لا أحيانا حتى لو دورنا في الأسواق لأشياء بضاعة وزي ما قلنا برضو مش لازم السيارات مثلا في أوفر أو في أو في ماركت بليس ممكن نقارن بين الأسعار وبنلقى أشياء لقطات في المدن اللي جنبنا ممكن نشتريها ونجي نبيعها بس أهم شي أنه you have to love social media يعني في الآخر سر النجاح في التجارة الأونلاين هو حب السوشال ميدي لازم أنا أحب أنه يكون عندي أشياء في اليوتيوب وحب أنه يكون عندي أشياء في الفيسبوك وحب أنه يكون عندي أشياء في تويتر يعني كل ما أنتوا حبيتوا السوشال ميديا أكتر كل ما حتنجحوا فسر النجاح في الأشياء الأونلاين هو التسويق سر نجاح التسويق أنه أنتوا نفسكم كيف عندكم الرغبة أنا عندي الرغبة أنه أحط أشياء بيوتيوب أنا عندي الرغبة أحط أشياء بفيسبوك أنا عندي الرغبة أحط أشياء بواتساب فكل ما زادت الرغبة كل ما زادت يعني الآن مثلا أنا عمري لدى خطأ التكتاق وبكره التكتاق فمش هنجح لو أنا عاوز أنجح وبأتكلم عن نفسي حقيقة عمري ما دى خطأ التكتاق وربنا يوفيكم إن شاء الله وعملوا معنا سبسكرايب ولايك وإن شاء الله شوفكم بحلقة القادمة وربنا يوفيكم إن شاء الله